إلى ذلك أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي أسامن وتاسع من أبريل القادم للنظر في دعوة نيكاراجوة ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كانت نيكاراجوة طلبت من محكمة العدل في وقت سابق من هذا شهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا وبحسب نيكاراجوة فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجمعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب